تخيل كده تقدر تبني تطبيقات باستخدام الزكاية الاصطناعية من غير ما تكتب سطر كود واحد أنا مثلا قدرت أعمل تطبيق يخليني أرفع صورة ويغير لي زاوية التصوير والإضاءة ويحسن جودة الصورة وكمان عملت تطبيق تاني أدي لي صورة منتج وصورة إعلان وهو يحول صورة المنتج لإعلان احترافه في ثواني وكل ده من غير خبرة ومن غير برامج ومن غير أي تعقيد في الفيديو ده هوريك خطوة بخطوة إذا أنت تعمل التطبيقات دي بسهولة بنفسك حتى لو أول مرة تتعامل مع الزكاية الاصطناعية فلو عاوز تسهل شغلك وتشتغل باحترافية دوس لايك واشترك في القناة ويلا بينا نبدأ أول حاجة هنعملها هندخل على متصفح جوجل في البحث وهنكتب جوجل AI ستوديو هندخل على أول رابط هزهر معنا هندغط عليه بالشكل ده هيفتح معاك الوجه الرئيسي دي هندغط على حاجة اسمها جيت ستارتد هيفتح معاك الصفحة دي عشان تستخدم جوجل AI ستوديو لازم يكون عندك حساب جوجل اللي هو حساب الجيميل مجرد ما تدخل بحساب الجيميل هيفتح معاك الوجهة الرئيسية دي هتلاحظ هنا على الشمال في حاجة اسمها بيلد لو ضغطت على بيلد بالشكل ده هتظهر لك الوجهة دي هتلاحظ فيها موجود أبليكيشنز كتير معمولة باستخدام جوجل بيلد وهنا تقدر تجرب كل الابليكيشنز الموجودة ديت وممكن تعمل زيها طب ازاي بنقدر نعمل الابليكيشنز دي هتلاحظ هنا فيه هنا في المستطيل ده قالك ان انت ممكن تبدأ تعمل تطبيق باستخدام جيميناي وتقدر تعمل تطبيق يعملك صور باستخدام موديل نانو بنانا وهي عن طريق ان احنا بنجي هنا بنكتب برومت وبنطلب من جوجل AI ستوديو او جوجل بيلد ان هو يبنالنا التطبيق بتاعنا طب ازاي هنكتب البرومت لو انت محترف كتابة البرومت هتقدر تكتبه بشكل مباشر وتضغط على run ويبدأ عملية الانشاء او لو انت ما عندكش الخبرة فممكن اقولك على طريقة تستخدمها عشان تقدر تعمل التطبيق ده وهنا انا مجهز برومت بسيط هشرح لك انا كتابته ازاي ده برومت هتكتبه لو انت ما عندكش اي خبرة بالتفاصيل اللي انت عايزها بقوله هنا اكتب لي برومت نهائي لتطبيق اسمه محمود ستوديو بيشتغل بموديل نانو بنانا وهي ان المستخدم هيرفع صورة وهيقدر يعدل على الصورة ديت ان هو يغير الاضاءات بتاعتها باكتر من اضاءة زي اللي انا كاتبهم دول بالاضافة ان احنا نقدر نتحكم في زاوية الكاميرا ان هي تكون خلفية من الجنب بزاوية 45 قريبة بعيدة وبعد كده بنختار ان احنا نحاول الصورة وفي النهاية بتظهر الصورة بجودة عالية نقدر من خلالها نعمل زر تحميل وممنوع اضافة اي عناصر جديدة للصورة هنا انا هاخد الكلام ده واضغط عليه كليكي مين كوبي وهروح بعده لتشات جي بيتي خطوة استثنائية للناس اللي ما عندهاش غبرة في كتابة البرومت وهبحث عن تشات جي بيتي في جوجل هضغط على اول رابط هدخل على تشات جي بيتي وهاجي هنا في المستطيل ده بعد ما سجل حساب في تشات جي بيتي مجانا طبعا هضغط كليكي مين بيست وبعد كده هضغط على جينوريت هنا لما ضغطت كليكي مين بيست انا اضفت الكلام اللي انا كنت مجهزه هضغط على ارسال هيبدأ ان هو ينفز لي الامر بتاعي وهيكتب لي هنا برومت باللغة الانجليزية بتفاصيل اكتر واحسن من اللي انا كنت كتبها هعمل لي دلوقتي هروح جاي هنا محدد البرومت الجديد اللي اتعمل بشات جي بيتي وهضغط عليه كليكي مين كوبي ويفضل طبعا ان انت نما تجي تكتب البرومت تكتبه بنفس الطريقة دي لو انت بتعرف تكتبه او انك تستعين بالشات بود وهنتوجه تاني هنا لجوجل اي اي استوديو هندخل على بيلد وهنجي هنا في المستطيل ده وهنضيف البرومت الجديد اللي احنا عملناه بيست او كنترول في من الكيبورد وهنا انكتب البرومت وهنضغط على رن عشان يبدأ عملية تنفيذ التطبيق دلوقتي هيبدأ ان هو يفكر ويحلل كل البيانات اللي انت ادتهاله وهيبدأ ان هو يبني لك كل الكواعد الخاصة بالتطبيق بدأ دلوقتي تيظهر للصفحة اللي فيها بينكتب الاكواد طبعا هتلاقي هنا اكواد معقدة بتنكتب ومس ما بقاش فيها غلطة وبيبدأ النفيذ لك اللي انت عايزه بالشكل ده لحد ما يخلص الاكواد بيبدأ تظهر لك الوجهة الرئاسية للتطبيق او الوجهة بتاعة البرنامج اللي انت عايزت تستخدمه على طول هنا ظهرت الوجهة اللي انا هستخدمها من البريفيو هتلاح زينا عمل لك هنا مكان ان انت تتحامل منه الصورة ومكان تختار منه نوع الاضاءة ومكان تختار الزاوية وبعد كده تضغط على transform image عشان يحولها لك هنا بالشكل ده تعال كده بنجربه سواء اول حاجة هنضغط على choose an image وهروح هنا اختار صورة شبه دي كده واضغط على open هيضيف هنا الصورة بالشكل ده هاجي هنا اقدر اتحكم في الاضاءة هقول له نعايزها مثلا studio light وهنا الزاوية مثلا ممكن اقول له side view وبعد كده نضغط على transform image هيبدأ دلوقتي ان هو ينفز لي اللي انا عايزه هنا زي ما احنا شايفين عمل الصورة وخلى التصوير من الجنب تماما كأنك بتصور الشخصية من الجنب ودي حاجة مميزة مميزة جدا وخصوصا للناس اللي بتبقى حابة تتحكم في الزاوية ولو ضغطت هنا على download image على طول هيبدأ ان هو يحتفظ لي بالصورة بتاعته بنفس الطريقة نقدر نتحكم في الاضاءات وفي الزاوية وفي نفس الوقت هيطلع لك الصورة بجودة عليها هيجي حد يقولي طب لو انا عايز ابعت التطبيق ده لحد عشان يقدر يستخدمه هنعمل كده ازاي هعرفك في النهاية بس تعالى دلوقتي ان احنا نعمل تطبيق تاني يقدر يعمل صور بشكل مختلف وبشكل احتراف المرة ده جهزت prompt عشان عايز اعمل تطبيق اقدر ان انا اضيف له صورة منتج ويقدر بعد كده ان هو يحول صورة المنتج دي لصورة احترافية او كعلان احترافي ويكون من صورة تانية يعني هناخد من صورة تانية تكون موجودة فعلا فتعالى الاول كده ننفذ التطبيق بتاعنا اول حاجة هنيجي هنا هنحدد البرومت البتاعنا ده كده كوبي وهروح لتشاج بي تي هدخل على تشاج بي تي وهضيف البرومت واضغط على ارسال عشان يبدأ ينفذ لي برومت بالانجليزية هيكون احترافي هيبدأ ان هو اكتب لي برومت بالشكل ده بنفس التفاصيل اللي انا عايزها وبعد كده هاجي هنا هجمع البرومت بتاعي كله اضغط عليك للك يمين وهتوجه لجوجل اي اي استوديو هنروح هنا بقى في جوجل اي اي استوديو هنفتح من اول وجديد عشان او عشان نفصل كل حاجة عن بعضها وهنجي هنا نضغط على جوجل اي اي استوديو بنفس الطريقة هندخل تاني وادخل على ومن بلد هضيف هنا البرومت الجديد واضغط على هيبدأ دلوقتي ان هو ينفذ لي بالشكل ده اعمال هنا التطبيق بتاعي تعال بقى نضغط على عشان يظهر معنا بالشكل ده دلواجه الرسالة التطبيق بتاعنا وتعالى نجرب نشوف هنعمل ايه اول حاجة هنعملها هندخل على ونختار المنتج بتاعنا مسلا ده المنتج اللي هستخدمه واضغط على وهنجي هنا نضيف الصورة اللي احنا عايزين نعمل زيها هضغط على وهنجي هنا نختار بقى بعض التفاصيل زي الاضاءة فممكن نختار هنا وهنا هنختار مثلا وبعد كده نضغط هابدت دلوقتي ان هو ينفذ لنا التصميم ودي كانت النتيجة عمالي هنا تصميم بالشكل ده لو لاحظت هنا هتلاحز ان هو حاول قدر امكان هو يعمل نفس التفاصيل الصورة اللي احنا نضيف له له وضف هنا شوية تفاصيل وعايز اقول لك ان انت كل ما زودت التفاصيل انشاء التطبيق كل ما كانت التفاصيل اعمق هنا طبعا هو التطبيق ده بيعتمد ان انت مش بتكتب انت بس بتضيف الصورة او الصور وهو ينفذها لك بشكل اللي انت عايزه وتقدر طبعا تحمل الصورة لو ضغطت على هنفترض بقى ان انت دلوقتي بعد ما عملت بتاعتك وحابب ان انت تشاركها مع حد او مع الناس عشان تستخدمها فانت هتروح هنا فوق على اليمين هتلاحز ان في حاجة اسمها اضغط عليها بالشكل ده هيجي هنا هيختار الايميل بتاعك وبعد كده تضغط على وهيضيف لك او هيفتح لك تاني هنا قائمة بالشكل ده هنا هتقدر ان انت تاخد كوبي من اللينك بتاع التطبيق وتقدر كمان انت تتعمل بحيس لو حد تاني يستخدم اضغط على كمان تقدر تتحكم في الخاصة به عن طريق اضغط على وهيجي هنا تقدر تحدد الناس اللي انت عايزها تستخدم اللينك بتاعك فهيجي هنا هقول له يعني اي حد هيقدر ان هو يستخدم اللينك وبعد كده اضغط على اصبح كده معايا نسخة من بتاعي وقدر ان انا شاركها مع اي حد او ابعتها لأي حد تعالوا كده نجرب هاجي هنا هضيف اللينك هنا في متصفح تاني بحساب تاني واضغط عليه هاروح محولن هنا على الصفحة دي وهاجي هنا اضغط على كونتينيو تو ذا اب فيهيجي هنا هيفتح لي التطبيق بالشكل ده اقدر ان انا هسيب لك كل الروابط اللي احنا استخدمناها في وصف الفيديو هسيب لك البروميتس عشان لو حابب تستخدمها ولو انت عايز تعمل حاجة مختلفة ممكن تعدل عليها اتمنى انتو كنت استفدت من الفيديو لو عجبك الفيديو ما تنساش تضس لايك وتسيب لي رايك في تعليق لو انت مش مشترك في القناة اشترك وفعل زي الجرس عشان اوصلك اشعار بكل الفيديو هاتنا في النهاية السلام عليكم